موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الرابعة الابتدائي درسنا اليوم يونت 5 لسن 3 اليونت الخامس الدرس الثالث On the train في القطار موجود بصفحة 62 من كتاب الطالب صفحة 60 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب لسمى الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابعة الابتدائي كذلك يتم رفع هذه الحلقات على بيج الفيسبوك الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية الذي تقدرون تلقوه من خلال هذا المعرف صفحة 62 من كتاب الطالب مكتوبة على صفحة On the train في القطار أسفلها مكتوب What are they doing؟ ما الذي يفعلوه؟ ما الذي يفعلوه هؤلاء الأشخاص؟ Listen, استمع and write yes or no استمع للمقطع الصوتي اللي يتحدث عن هؤلاء الأشخاص ومن خلال المقطع الصوتي ضع yes إذا كانت الجملة مناسبة للصورة و no إذا كانت الجملة غير مناسبة للصورة إذن راح نستمع للمقطع الصوتي نتبع بالصور وبعدها نحل إذا كانت هذه الصور مطابقة للمقطع الصوتي نوضع yes وإذا كانت ما مطابقة نوضع no نستمع للمقطع الصوتي أول شيء Track 79 What are they doing? Listen and write yes or no Picture 1 Youssef and Kareem are doing their project Picture 2 Tarek is eating Rana is reading a book Picture 3 Lina and Nadia are drawing a picture إذن بعد ما استمع للمقطع الصوتي وتعرفنا على الجملة اللي تحدثوها بالمقطع الصوتي الجملة اللي قالوها بالمقطع الصوتي هي كل تالي Picture number 1 الصورة الأولى Youssef and Kareem are doing their project يوسف و Kareem يعملون المشروع الخاص بيهم هذا يوسف و Kareem هل هم يقومون بعمل المشروع الخاص بيهم؟ لاحظ أنهم أملوا المشروع الخاص بيهم اللي هو رسم شلال إذن أقول yes or no هل الجملة مطابقة للصورة؟ نعم مطابقة للصورة إذن أوضع Yes Picture number 2 الصورة الثانية Tarek is eating Rana is reading a book طارق يأكل طارق يأكل فطارق اللي جالس بالخلف نلاحظ أنه مده يأكل إذن أخلي yes لا بالجملة قال لي طارق يأكل وبالصورة طارق ما قاعد يأكل إذن أوضع yes لا أكيد أوضع no أما الجملة الثانية Rana is reading a book رana هذه هي شخصية رana تقرأ الكتاب إذن الصورة مطابقة للجملة لما مطابقة الصورة مطابقة رana تقرأ بالكتاب لذلك أوضع yes Picture number 3 الصورة الثالثة Lina and Nadia are drawing a picture لينة وناديا يقومون برسم صورة نلاحظ بالصورة الثالثة أنه لينة وناديا يقومون برسم الصورة لذلك الصورة مطابقة للنص نعم مطابقة لذلك أوضع yes هذا ما يخص النشاط الأول مجرد نشاط سمائي من خلال يستمع التلاميذ للمقطع الصوتي ويجاوب أو يقارن بين النص اللي يتحدث المقطع الصوتي والصور الموجودة بالكتاب إذا كانت مطابقة يوضع yes وإذا كانت غير مطابقة يوضع no هذا النشاط غير مهم بالامتحان التحريري أو حتى بالامتحان الشفوي ننتقل إلى النشاط الآخر look at the words أنظر إلى هذه الكلمات make two sentences كون جملتان أو أصنع جملتان يطلب من عندي أني أكون جمل مثل الجمل اللي اسمعناها بالمقطع الصوتي مثلا أقول بالنص الأول أختار فاعل وفعل واسم إلى آخره منطيني المثال هو طارق is sleeping طارق نائم اختار اسم طارق خلاله is والفعل المناسب إلى خلاله مثلا sleeping خلاله مثلا sleeping صارت هذه جملة كاملة طارق نائم نحاول نكون كذلك جملة مثل الجملة المنطينية كممثال مثلا اختار شخصية يوسف وكريم أقول يوسف وكريم ما أخلي لهم is لأن ذول أجمع أخلي لهم are يوسف وكريم ماذا يعملون أختار فعل مناسب للجملة عرفنا بالصورة أن يوسف وكريم يعملون المشروع فأقول doing يفعلون أو يعملون the project أو their project يعملون المشروع صارت عدة جملة كاملة يوسف وكريم are doing a project يوسف وكريم يعملون على المشروع number two ثانيا أحاول كذلك أكون جملة أخرى أختار شخصية ولتكون شخصية مثلا طارق طارق وأخلي إلى فعل مساعد اللي هو الفعل is لأنه مفرد طارق is مثلا reading يقرأ طارق يقرأ هذا ما يخص هذا النشاط يطلب من التلميذ أن يكون جملة مفيدة من خلال الكلمات اللي منطنياهن بي الصندوق غير مهم بالامتحان التحريري كذلك والامتحان الشفوي ننتقل للنشاط الآخر listen and read استمع وأقرأ هنا أنا عندي rules on the school trip rules معناها القوانين القوانين الخاصة بالسفرة المدرسية عندي مجموعة من القوانين يطلب من عندي أن يستمع لي قراءة هذه القوانين وبعدها أقرأ إذن هذا نشاط للقراءة حاول تستمع لي وأنا أقرأ هذا النص وبعدها حاول تقرأ مثل ما قرأت هذا النص rules on the school trip القوانين في الرحلة المدرسية sit quietly do not eat your lunch on the train do not معناها لا تفعل do not eat معناها لا تأكل do not eat your lunch لا تأكل غدائك on the train في القطار do not talk loudly do not كذلك معناها لا تفعل do not talk لا تتحدث loudly بصوت عالي do not walk around لا تسير بعيدا do not forget your hats and bags لا تنسى قبعتك أو حقيبتك هذا ما يخص قوانين المدرسة نحاول نقرأ هذه القوانين لأن هذا النشاط خاص بالقراءة ننتقل إلى النشاط الآخر listen and say the rhyme استمع وقل هذه القصيدة الغنائية إذن عندي هذه قصيدة غنائية يطلب من عندي أني أستمع لها وبعدها أردد معه القصيدة الغنائية رح نستمع للقصيدة الغنائية وحاولوا ترددون بعدها إذا ما قدرت ترددون بالمحاولة الأولى أيضا تشغيل القصيدة الغنائية وحاولوا ترددون بعد القصيدة الغنائية بالمحاولة الثانية نستمع المقطع الصوت يا وشي track 83 listen and say the rhyme we're on a school trip and we're having fun I'm drawing she's sleeping there writing he's reading we're on a big train and we're having fun I'm singing she's talking there eating he's drinking we're on a school trip and we're having fun إذن لاحظنا من خلال المقطع الصوتي أن هذه مجرد قصيدة غنائية يطلب من أن نستمع لها وحاول ردد بعدها ننتقل إلى كتاب النشاط استمع وقرأ هذه الجمل راح أقرأ الجمل وأوضح مفرداتها حاول تستمع لقراءة هذه الجمل وتفتهم معناها بعدها حاول تقرأ هذه الجمل في جولاي سوف نذهب في عطلة نوضع خط تحت هذه الجملة لأنها جملة مهمة وبعد قليل راح نوضح ليش هاي الجملة مهمة سوف نذهب في عطلة إلى الشاطئ أو إلى البحر إنه عمر مدهش جدا سوف نذهب بواسطة الطائرة كذلك هاي الجملة نوضع تحتها خط لأنها جملة مهمة and we are going to stay with my aunts and uncle and my cousins وسوف نبقى مع عمتي عمي وأولاد عمي كذلك هاي الجملة نضع تحتها خط لأنها جملة مهمة شنو أهمية هذه الجمل بعد ما استمعت لي وأنا أقرأ هذه الجمل حاول تقرأ هذه الجمل وبعدها نحاول نتدرب على نطق هذه الجمل الgoing to معناها سوفة كلمة going to معناها سوفة هاي الgoing to دائما يجي بعدها فعل مجرد شنو يعني فعل مجرد فعل مجرد يعني خالي من أي إضافة ما بي لا ing ولا اس الشخص الثالث ولا ed ولا فعل ماضي يجي فعل مجرد خالي من أي إضافة طبعا الgoing to نستخدمها للتعبير عن المستقبل فهنانش قايل قال we are going to go on holiday سوفة نذهب في عطلة we are going to go on a plane سوفة نذهب بالطائرة we are going to stay with my aunt سوفة نبقى مع عمتي إلى آخره نلاحظ أن كلهن يجي going to بعدها فعل مجرد الgoing to نحاول نحفظها معناها سوفة ويجي وراها فعل مجرد ننتقل إلى النشاط الآخر look what can you see انظر انظر إلى هذه الصورة ما الذي يمكنك رؤيته tick ضع صح the words على الكلمات من طين مجموعة من الكلمات يطلب من عندي أني أقرأ الكلمة وأوضع صح إذا كانت هذه الكلمة موجودة بالصورة فمثلا number one ball ball معناها كرة هل هناك كرة في الصورة؟ نعم there is a ball هناك كرة فأوضع صح على كلمة ball كلمة ثانية كلمة boat boat معناها قارب is there a boat هل هناك قارب on the picture في الصورة؟ نعم هذا هو القارب فأوضع أمامه صح كذلك الكلمة الثالثة tree tree معناها شجرة is there a tree in the picture هل هناك شجرة في الصورة؟ نعم here is the tree هذه هي الشجرة فأوضع أمامها صح number four sun sun معناها شمس is there a sun in the picture؟ هل هناك شمس في الصورة؟ yes here it is نعم هذه هي الشمس فأوضع أمامه صح butterflies الفراشات are there butterflies؟ هل هناك فراشات؟ yes here they are هذه الفراشات فأوضع أمامه صح net net معناها شبكة is there a net؟ هل هناك شبكة؟ نعم here is the net؟ هذه هي الشبكة أوضع أمامها صح sandals معناها الشب شب are there sandals؟ yes فأوضع أمامها صح umbrella umbrella معناها مضلة هل هناك مضلة؟ نعم هذه هي المضلة فأوضع أمامها صح sunglasses نظارات شمسية هذه النظارات الشمسية أوضع أمامها صح وكذا ألمكم مع البقية chair كرسي هذا هو الكرسي plane طائرة هذه هي الطائرة أوضع أمامها صح و sand رمال هذه هي الرمال هذا ما يخص هذا النشاط مجرد يطلب من أني أن يقرأ هذه الكلمات وأتأكد إذا كان ذن الكلمات موجودة بالصورة ننتقل للنشاط الآخر read and write the missing words اقرأ هذه المحادثة واكتب الكلمات الناقصة من طين المحادثة بين هاي الشخصيتين يطلب من أني نكمل هذه المحادثة بالكلمات اللي موجودة على التمرين طبقا لشنو؟ طبقا للمقطع الصوتي اللي راح نستمعه فمكتوب أسفل التمرين listen and check your answers استمع وتفقد إجاباتك إذن راح نستمع المقطع الصوتي انتبع مع المحادثة ونكتب الكلمات الناقصة من خلال المقطع الصوت اللي راح نستمع له وبعدها نوضح مفردات هذه المحادثة نستمع المقطع الصوتي والشي وبعدها نحاول نقرأ ونوضح المفردات We're going to catch fish with our nets We're going to play with friends We're going to see our cousins We're going to see our cousins We're going to wear sandals الشخصية الأولى تقول I am happy أنا سعيدة We are going to go to the seaside سوف نذهب إلى البحر أو للشاطئ يرد عليها زميلها يقولها We are going to go on a plane سوف نذهب بواسطة الطائرة ترد عليها We are going to go on a boat on the sea سوف نذهب في قارب على البحر We are going to catch fish سوف نمسك بالسمك with our nets بشباكنا ترد عليها We are going to play with friends سوف نلعب مع أصدقائنا We are going to see our cousins سوف نرى أولاد عمنا We are going to wear sandals سوف نرتدي We are going to swim in the sea سوف نسبح في البحر هذا ما يخص هذا النشاط من الممكن بعض الأساتذة يعتبر هذا السؤال سؤال مفردات يجيب جملة أو جملتين من هذه المحادثة على شكل سؤال إسقاطات فنحاول نحفظ معاني هذه الكلمات لأنه من الممكن أن يجينا بالامتحان بسؤال المفردات على شكل إسقاطات هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بمجموعة من المفردات المهمة وقلنا هذه المفردات يجب أن نحفظها معاني اللي هي كلمة plane boat fish play cousin sandals swim إلى آخره وكذلك عرفنا أن الgoing to معناها سوف ودائما يجي بعدها فان مجرد إذا لاحظتم going to where سوف أرتدي going to play سوف ألعب أو سوف نلعب going to see سوف نرى going to go سوف نذهب going to go مرة أخرى going to catch سوف نمسك إلى آخره جميع هذه الgoing to اللي معناها سوف أجي بعدها فعل مجرد ونستخدمها للتعبير عن المستقبل ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو وظافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون معي على حسابات الموجة أمامكم على الشاشة